مفاهيم مغلوطة عدة عن مرض نقص المناعة المكتسبة يتناولها عامة الناس والإعلام أحياناً تبدأ عند التسمية الصحيحة أو الدقيقة للمرض ولا تتوقف عند الأعراض وطرق العدوى المرض اشتهر باسم الأيدز وهي ليست تسمية دقيقة في وصف الحالة المرضية لحامل الفيروس الذي يعبر عنه باللغة الإنجليزية اختصاراً VHIV وهي الأحرف الأولى لفيروس نقص المناعة البشري وسبب تخصيصه بوصف البشري يرجع لوجود سلالات أخرى من الفيروس تصيب الحيوانات خاصة القرود والتي يعتقد بأنها المصدر الأصلي للفيروس أما مصطلح الأيدز هو الأكثر شيوعاً حتى في الأوساط الطبية أحياناً فهو اختصار يرمز للأحرف الأولى من متلازمة نقص المناعة المقتسبة وهي حالة متقدمة من نشاط الفيروس تتراجع فيها مناعة المريض إلى حد لا يستطيع فيه مقاومة عدوى الفيروسات والسرطانات الانتهازية ما سبق ذكره يشير باختصار إلى أن الاعتقاد السائد بأن كل مصاب بعدوى فيروس HIV هو مصاب بالأيدز هو اعتقاد خاطئ تماماً إذ أن حامل الفيروس يستطيع مواصلة حياته الطبيعية بمستوى مناعة كافي لإبقائه بصحة جيدة في حال توفر الأدوية اللازمة لتحزيم نشاط الفيروس القاتل نقص الوعي بحقيقة المرض والخوف منه طبعاً أسهما في ترسيخ العديد من المفاهيم الخاطئة الأخرى المتعلقة بالعدوى والتي هي أقرب للخرافة منها إلى الحقائق العلمية فالإصابة بالفيروس لا تحدث بمجرد مصافحة المريض أو تنفس الهواء ذاته أو حتى استخدام الأكواب والملاعق والحمامات ذاتها وتنحصر طرق انتقال العدوى فقط في الدم والرضاعة الطبيعية إضافة للاتصال الجنسي تثقيف العامة وإدراكهم بحقيقة مرض نقص المناعة وطرق العدوى وكيفية التعامل مع وجود الحاملين للإصابة في المجتمع مسؤولية تقع على عاتق الدول والحكومات وبشكل أساسي على وسائل الإعلام وهو الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في إيجاد ظروف أفضل للتعايش ومكافحة عدوى المرض